موسيقى وأصبح مأوى للحيوانات المفترسة متروس من الخنازير ومتروس من الحيوانات المفترسة بيذيب ما ذيب غيرها كلها موجودة بيه فاليوم هو من الالفين وثلاثة يعني مهم الإهمال يعني متعمل يسقي كان هذا المشروع بحدود تقريبا عشر تالاف دونم عشر تالاف دونم كانت على الضفاف وعاليمين وعاليسار من منبعه من الشاطي إلى مصبه من نهايته عند الغنام يعاني من نهايته تقريبا من حدود نصف كيلو متر مدموم دم كامل دمته الأهالي وتجاوزت عليه ودفنته بس إنها ما بنت بناء حوالي من حدود البشير إلى حدود العلوان الطيف باتجاه الشاطي أما من ناحية المنبع مالو أو المكاين المكاين مالو عملته المنظمات بالألفين وعشرة اليون دي بي آي أو الأمم المتحدة فما قبلت تستلمهن دائرة الرأي أو دائرة تستلمونها الموارد المائية ما استلمت هذا المشروع نهائيا وظلنا يعاني أن صارت الفيض عليهم إلى أن ننتهي نهائيا اندمت أيضا قسم كبير من عنده هذا البزل اندم نهائيا بسبب الرمي الأنقاذ هذا اللي موجوده من بداية السدة وانترايه ثانيا أصبح مكبل النفايات يعني اللي عنده نعجفات سل عنده حولي اللي عنده تكرمون باشا قام يرمي بيه ناشدنا ناشدنا عدة مرات المسؤولين وناشدنا القيم مقام وناشدنا المحافظ سابقا ولا كوئذن صاغي لهذا الموضوع أصبح هذا البزل مكب للنفايات وأصبح مكان مزري لا نستطيع المرور فيه ويحتوي على ماء الماء هذا ماء عاسم ماء غير صالح لا للزراعة ولا للشرب يعني أكثر من عشر سنوات صار لهذا البزل متروك أكثر من مرة سمعنا بأن أكو بعض التحركات اتجاه هذا البزل من قبل دائرة الماء أو دائرة الموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية لكن الموارد المائية لكن لم نلاحظ أي عمل بهذا الخصوص مشروع رئي العالم من المشاريع الحيوية والمهمة للمنطقة والذي يقع على مساحة أرض تسع إلى أكثر من أربعة آلاف دونم وتسكن هذه الأراضي أكثر من أربعمائة عائلة فلاحية تعيش على هذه الأراضي الموجودة فلذلك نطلب من الجهات ذات العلاقة بأعادة ردم وفتح هذا المشروع الحيوي من أجل إيصال الماء إلى أبعد نقطة في المشروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر